أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبكم في هذه الحصة التي سنتناول فيها تصحيح عناصر الفرد الكتابي الأول النموذج الثاني الخاص بمادتي التاريخ والجغرافية للسنة الثانية بكالوريا مسلكي الأداب والعلوم الإنسانية بالنسبة الوضعية الاختبارية الأولى فهي مادة الجغرافية من خلال الشغال بالوثائق تحديدا وثيقتين إذا الوثيقة الأولى كما تلاحظوا هي عبارة عن جدول إحصائي بينما الوثيقة الثانية فهي عبارة عن نص جغرافي إذا المطلوب طبعا هو توقف الفيديو لقراءة الوثيقتين معا قراءة جيدة ومتمعينة ثم الإجابة عما هو مطلوب إذا المطلوب من نفسه الأول هو أن نحويل معطيات الوثيقة الأولى إلى مبيان مناسب إذا برجعنا للوثيقة الأولى فموضوع طبعا هو المصدر الأوائل المنتجات الفلاحية في المجال العالمي سنة 2015 بمليار دولار وهنا عندنا جوج ديال الخانات الخانة الأولى معطى نوعي وهو الدول أو المصدرون ثم المعطى الثاني وهو معطى كمي مطلق يعني قيمة صادرات المنتجات الفلاحية لهذه الدول بالنسبة للمبيان المناسب إذن بما أن الظاهرة هي ظاهرة جغرافية اقتصادية ثابتة في الزمن كتتعلق بسنة وحدة اللي هي 2015 فالمبيان المناسب هو المبيان بالأعمدة والأشريطة من بعد طبعا كنختاره يعني المقياس المناسب إذن يكفي أننا كنناخده يعني أكبر قيمة في الجدول اللي هي 133 مليار دولار مقسومة على عشرة هي 13.3 ممكن ناخدها بإفراط يعني إما 15 أو 20 بمعنى آخر يعني كل واحد سنتيمتر عمودي يساوي 15 أو 20 مليار دولار إذن من نسبة للشكل النهائي للمبيان بالأعمدة سيكون كالآتي إذن لدينا طبعا هنا الواحد سنتيمتر عمودي يساوي 20 مليار دولار بمعنى المحور العمودي يمثل القيمة والمحور الأفقي يمثل النوع إذن فطبعا هنا خمسة ديال البلدان وهي خمسة ديال المصدرين وهم الولايات المتحدة الأمريكية هولندا، ألمانيا، برازيل وأخيرا فرنسا بالنسبة لأساسيات المبيان بالأعمدة كسبقا هي العنوان دائما في الأعلى إذن المصدر الأوائل لمنتجات الفلاحية في المجال العالمي سنة 2015 بمليار دولار ثم أيضا المتغيرات لدينا متغير القيمة بمليار دولار بالنسبة للمحور العمودي ومتغير النوع الدول أو المصدرون بالنسبة للمحور الأفقي ثم هناك طبعا الإطار وأخيرا المصدر الذي ندرجه خارج الإطار ونستقيه مباشرة من الجدول بالنسبة للسؤال الثاني إذن المطلوب هو انطلاقا من الوثيقة واحد والمبيان المنجز قارن أو قارني بين الدول من حيث قيمة صادراتها من المنتجات الفلاحية يعني إذا رجعنا للدول من خلال تفحص المعطيات الإحصائية يتبعي لنا أن هناك تفاوت في قيمة صادرات هذه الدول من المنتجات الفلاحية فهناك تفوق أمريكي واضح تليها طبعا هولندا، ألمانيا، البرازيل وفرنسا تبعا طبعا هنا بعد تحويلنا هذه المعطيات إلى مبيان بالأعمدة إذن فالمبيان يزكي طبعا هذه المقارنة بحيث أن هناك تفوق للولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بباقي البلدان الأربعة وهي هولندا، ألمانيا، البرازيل وفرنسا إذن الجواب سيكون بادي الصغة أو ما يفيدها ودائما في المقارنة نركز على نقاط التشابه والاختلاف إذن نلاحظ من خلال دول المبيان أن قيمة صادرات المنتجات الفلاحية متفاوتة بين الدول الخمس فالولايات المتحدة الأمريكية تأتي في الصدارة بما قيمته 130 مليار دولار ثم تأتي هولندا في المركز الثاني فألمانيا في المركز الثالث ثم البرازيل وأخيرا فرنسا في المركز الأخير بما قيمته 64 مليار دولار الآن نأتي للإجابة عن السؤال الثالث إذن المطلوب هو أن نستخرج من الوثيقة 2 مايالي أليف مكانة الفلاحة الفرنسية على المستوى الأوروبي والعالمي باء أيضا من الوثيقة 2 العوام المفسرة لمكانة هذه الفلاحة الفرنسية يعني برجعنا الوثيقة الأولى فالفلاحة الفرنسية تحتل مكانة بارزة في العالم وأيضا حتى المستوى الأوروبي مثلا أوروبيا فهي أول قوة فلاحية بما يعادل 17% من الإنتاج الفلاحي يعني تستحوذ على حوالي 17% من الإنتاج الفلاحي الأوروبي أي ما قيمته 73 مليار أورو سنة 2015 كما تعتبر المستوى الأوروبي ثالث مصدر المنتاجات الفلاحية خلف هولندا وألمانيا بما يعادل 64 مليار دولار بالنسبة للمكانة الفلاحية لفرنسا عالميا فهي تعتبر ثاني مصدر عالم الحبوب الرئيسية وخامس مصدر عالمي لمنتاجات الفلاحية إذن بما نفسر هذه المكانة إذن أولا هناك كما تشير الوثقة إلى ذلك تساع المساحة الصالحة للزرعة كمعطاء طبيعي ثم الاستفادة من الدعم الأوروبي في إطار السياسة الفلاحية المشاركة طبعا وتنوع أساليب الإنتاج إذن فالجواب سيكون بهذه الصغة أو ما يفيدها إذن فمكانة الفلاحة الفرنسية أوروبيا هي تعتبر الأولى داخل الاتحاد الأوروبي أي ما يعادل 17% من الإنتاج الفلاحي الأوروبي ثالث مصدر أوروبي للمنتاجات الفلاحية ثم عالميا هي ثاني مصدر عالمي للحبوب وخامس مصدر عالمي للمنتاجات الفلاحية بالنسبة للعوامل المفسر لقوة أو مكانة الفلاحة الفرنسية فنشير إلى اتساع المساحة الصالحة للزرعة الاستفادة من الدعم الأوروبي وأخيرا تنوع أساليب الإنتاج بنسبة للسؤال الأخير إذن المطلوب هو أن نحرر في قراءة اعتماد على المكتسبات نبرز فيها المشاكل والتحديات التي تواجه الفلاحة الأمريكية طبعا بعد انتقائنا لمعطيات المناسبة إذن لا بد من الربط بين هذه المعطيات إذن فالفلاحة الأمريكية رغم مكانتها العالمية إلا أنها تصطدم بجملة من المشاكل والتحديات منها مشكلة فائد الإنتاج وصعوبة تسويقه أيضا المنافسة الخارجية المحتضمة من طرف باقي القوى الفلاحية في المجال العالمي ثم هناك نضيف إلى ذلك إنهك التربة استنزاف الموارد المائية تردد الجفاف والفيضانات تلوث التربة والمياه بفعل الاستعمال الكثيف للأسمدة والمبيدات الكيموية الآن نأتي لتصحيح الموضوع المقالي في مادة التاريخ إذن نص الموضوع تمكنت الحركات التحررية في المستعمرات من تحقيق الاستقلال بعد كفاح مرير إذن المطلوب هو كتابة موضوع مقالي أو مقال تاريخي من مقدمة وعرض وخاتمة تبرزنا في أولا خصائص المقاومة الهندية لإحتلال البريطاني وأخير العوام التي أسهمت في صفيات الاستعمار إذن منسبة الإشكالية التي يطرحها الموضوعية طبعا يعني تصفية الاستعمار وبروز العالم الثالث وأيضا يعني خصائص المقاومة الهندية تحديدا لإحتلال البريطاني إذن المطلوب منه هو أننا نركز على مميزات وخصائص المقاومة الهندية ثم العوام التي أسهمت في تصفية الاستعمار يعني في العالم الثالث طبعا دائما تراعى في الموضوع المقالي يعني الجوانب المنهجية يعني مقدمة مناسبة طرح الإشكال عرض تحليل وخاتمات ثم الجانب المعرفة أننا ننتقيهم المعلومات المناسبة للموضوع وأخيرا الجانب الشكلي المرتبط بتنظيم ورقة التحرير والكتابة بخط واضح ومقرؤ وإذن احترام علام التلقيم وعدم الاكثار من الأخطاء إذن الجواب سيكون بهذه الصغة أو ما يفيدها إذن نص الموضوع استطاعت الحركة الاستقلالية في الهند تحرم النير الاستعمار البريطاني بعدها كفاح طويل إذن المطلوب طبعا هنا أننا نحاول ما هو يعني المهمات إلى استفهمية إذن ما خصائص المقاومة الهندية للاحتلال البريطاني ومع هي العام التي أسامت في استصفية الاستعمار إذن من نسبة المقاومة الهندية تبنت أسلوب النضال السياسي السلمي ضد الاحتلال البريطاني وقد طلعت كل من حزب المؤتمر الهندي بزعمة المهات الماغاندي وأيضا حزب الرابطة الإسلامية لعمول الهند بزعمة محمد علي جناح بدور بارز في تأطير الهنود وأيضا التوعية السياسية بضرورة مقاومة الاحتلال البريطاني لبلاده هذه الحركة التحررية في الهند أيضا تبنت ما يسمى بأسلوب العصيان المدني أو سياسة العنف أيضا خوض الإضرابات نظيم التظاهرات والمسيرات تنديدية أيضا مقاطعة البضائع البريطانية بالمقابل دعت إلى دعم المنتوجات المحلية وأيضا كانت هناك مساهمة المرأة بدور بارز في الكفاح السلمي وهو ما اضطر في نهاية المطاف بريطانيا إلى الاعتراف باستقلال الهند سنة 1947 بالنسبة للفقرة الثانية ما هي الأعوام التي أسهمت في تصفية الاستعمار طبعا نشير هنا إلى الآثار السلبية لسياسة الاستغلال المفرد التي نهجتها القوى الإمبريالية في المستعمرات أيضا صدور الميثاق الأطلانتي سنة 1941 الذي نص على حق الشعوب في تقرير مصيرها إلى جانب نمو الشعور القومي لدى شعوب المستعمرات وهو ما أدى إلى ظهور حركات استقلالية زاوجات بين النضال السياسي والكفاح المسلح أو هما معا إضافة إلى الوضع الدولي الجديد بعد الحرب العالمية الثانية الذي تجسد على الخصوص في تراجع مكانة وهيبة القوى الإمبريالية التي ضعفت بسبب وأنهكت بسبب الحرب أدى من جهة ثم أيضا دعم القطبين أي القوتين العظميين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي الحركات التحررية في إطار سياسة الاستقلال ثم نضيف إليها تأكيد مؤتمر باندونغ على حتمية وضع حد للسعمار وأيضا إعلان أمم المتحدة مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بكامل الحرية إذن كخاتمة بمجرد حصولها على الاستقلال واجهة دول العالم الثالث جملة من المشاكل والتحديات خصوصا التنموية لذلك نطرح هذين السؤالين كامتداد إذن ما طبيعة هذه المشاكل والتحديات وما الجهود المبذولة لتخطيها إذن ختما أعزائي أشكركم على حسن تتبعيكم وانتباعيكم أتمنى أن تكون هذه الحصة حصة مفيدة ومتعة في الأنفسه وأن وفقها في تبليغ مضامين وعناصر الأساسية طبعا إذا كانت لديكم دائما أي تأسئلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركها لفتعليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حيني بحول الله أولقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته